اشتركوا في القناة موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على إمامنا ومولانا المهدي الموعود الغائب الحاضر في القلوب أرواحنا له الفدا والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته درسنا في شرح زيارة آل ياسي هو ما أرواح أن نعيش في أجواء هذه الزيارة في اعتقادي أن قراءة النصوص القرآنية والنصوص الحديثية لها تأثيرات وضعية وغير وضعية لها أثر ولذلك نفس قراءتها لها أثر وضعي ولذلك أنا أنصح إخواني الذين يقدمون برامج تلفزيونية الذين يجرسون الناس الذين يخطبون ويبلغون اقرأوا النصوص اقرأوا نصوص الآيات اقرأوا نصوص الأحاديث اقرأوا نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث الأئمة عليهم السلام لأن نفس النص له تأثير وضعي كيف تأثير وضعي ونفس النص أيضا مضافا إلى تأثيره الوضع الروحي والنفسي يفهم منه الناس ربا إنسان عامي يفهم من تلاوتك للنص ما لم تفهم منه أنت أبعاد معينة يفهمها الناس ما تلتفت إليها أنت فأنت بتلاوتك للنص أديت ما عليك أوصلت وأنت بتلاوتك للنص أنت استفدت أشياء ولم تستطع أن تعبر عنها لم تلتفت لها إلا بعد ذلك نفس النص هو بركة بركة وفيه سر غيبي إلهي وهذا كله ليس فقط ليس محصورا بآيات القرآن الكريم آيات القرآن لها جلالتها وخصوصيتها أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام هكذا بل أنا أنصح الذي يصاب بهم أو غم كله أقرأ لك صفحة قرآن مطالعة تأمل فيها أو أقرأها أقرأ لك صفحة افتح الكافي أقرأ لك صفحة من أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام يأثر ويتغير هذا النص نص زيارة آل ياسي هذا نص مبارك ومضامينه في من ضروريات عقيدتنا أو من ضروريات مذهبنا أو من الأمور المعروفة المسلمة في مذهبنا يعني مضامينه قطعية هذه الزيارة أيضا لها تأثير الذي يقرأها ويعيش في جوها يفهم منها الكثير نحن نقرأ الفقرة الأولى من هذه الزيارة ونشرح بعض عباراتها بما يتيسر بسم الله الرحمن الرحيم السلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكّده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العالم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تكبر وتهلل السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تمسي وتصبح السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمول السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام نعم نحن نعتقد بأن الغيبة حولنا وفي أرضنا وفي هذا الكون أوسع مما نشاهده ما نشاهده جزء وما يغيب عنا أضعاف مضاعفة من هذا الغيب هذا الإمام الذي ادخره الله عز وجل ومع الخضر عليه السلام مع الأبدال مع ملائكة الله الذي مع من يغيب من عباد الله عن نواضرنا وشهادتنا هؤلاء نعتقد بأنهم جزء من غيب الله فاعل في أرض الله فاعل في هذا المجتمع وكم من القوى الغائبة الفاعلة في مجتمعنا في أنفسنا في أبداننا في أرضنا في زروعنا في أرواحنا قوى فاعلة كثيرة موجودة وهي غائبة الإمام سلام الله عليه غائب وفاعل في برنامجه الرباني الذي يؤديه ويقوم به الخضر غائب وفاعل بإجماع المسلمين بنص القرآن الكريم له مهماته وإنما جعل الله الخضر آية لأنه سيغيب الإمام المهدي سلام الله عليه حتى يكون علامة للمسلمين أنه إذا غاب إمامكم الذي سيبدأ مرحلة جديدة ويظهر الله به الدين على الدين كله عندكم نموذج أعطيتكم إياه في القرآن هو الخضر الغائب والموجود والذي يقوم بمهماته فيما بينكم فإذن لا تستغربوا وصلنا إلى قوله السلام عليك يا باب الله وديان دينه ديان الدين هو رب العالمين عز وجل ديان الدين الذي يحكم بدينه الدين من معاني ما يستحق للمخلوق على الخالق أن يدان به ما يستحق الله علينا كل شيء يستحق علينا نحن مملكون له نحن مخلوقون له فما هو حقه علينا كل شيء حقه يملكنا يتصرف بنا كما شاء لأنه أنتجنا الآن أنت إذا تجد هذه السلعة كل هذا المصنع الفلاني أنتجها فهي ملكه شخص فلاني أنتج هذه السلعة ترى جهازا تبدأ تبحث شوف وين مد إن وين أين صنع أين صنع من يملكه وتفضل لحضرتك أنت شوف هؤلاء البشر أنت أجمن من صنعهم من صنعك أنت إذن صانعنا هو سبحانه وتعالى خالقنا هو عز وجل دينه علينا يعني حقه أن يديننا وأن نخضع نخضع معترفين بحقه الدين بمعنى الخضوع أيضا بمعنى ما يستحقه الخالق على المخلوق هذا الدين هذا الدين ماذا أراد مننا سبحانه وتعالى قال أنا لا أحتاج أني أملككم لا أحتاج أن أتحكم بكم أنا أريد تكاملكم لست ضعيفا لأستقوي بكم وهذه مقولة أنه كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف فيها بحث وكلام أحببت يعني أندي رغبة بأني أنا أنعرف فخلقت الخلق حتى يعرفوني يعني أنا محتاج أن الخلق يعرفوني على أي حال بعض التفسيرات التي لها ما تنسجم مع الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى العلم المطلق الحكمة المطلقة الغنى المطلقة الظلم لماذا هو محال على الله سبحانه وتعالى لأن دوافع ظلمنا نقصنا وحاجتنا ليش يظلم الواحد الآخرين يريد يريد أن لا يزاحمه يريد أكثر مالا يريد أكثر جاه يريد أكثر يريد أكثر لأنه محدود يريد توسع الله من نوع آخر عز وجل الظلم من شأه الضعف والحاجة محدودية والحاجة الله ليس محدودا ولا محتاجا إذن الظلم محال عليه سبحانه وتعالى ليس محتاجا لخلقنا ولا محتاجا لأن يديننا بدينه الحاجة لنا لمن يقول عز وجل وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون ليست لام الهدف هذه أيضا لام وسيلة مثل ما يتقول أنا علمتك السياقة حتى تمشي على الطريق لتمشي على الطريق طيب لتمشي على الطريق ثم ماذا يتعبدون يطيعوني ثم ماذا بإطاعتك يا ربي يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هنا لام الهدف لام الغاية غاية خلقنا أن يرحمنا أن يعطينا أن نتكامل تكاملنا متوقف على صراع بين فجور أنفسنا وتقواها بين خير وشر في الأرض بين الضلال البشري والهدى الإلهي بين الفجار والأبرار بين وبين إذن هذا التكامل من أجله خلقنا كيف أن الإنسان يعيش خمسين سبعين مئة سنة في هذه الأرض من خلال مسلكيته وحينئذ يكون عقائد وسلوك وعندما يأتيه الموت يكون كما الامتحان إما تكامل ارتقى أو تسافل فالذي يتكامل يصبح أهلا لأن يدخل الجنة والذي تسافل يكون أهلا لأن يدخل النار أو في الحظيرة الكبيرة للنار يحرم من الجنة إلى آخر إذن لا بد لنا في هذه الحياة من هذا المسار ديان الدين سبحانه وتعالى الله هو الذي ديان الدين لله على عباده حق حق الخضوع والطاعة ونفعه لهم نفع هذه الطاعة لهم من يدينهم بالدين من الذي يحكم ويقضي عليهم الله أحكم الحاكم صحيح لكنه ما بعث أحد ليش رسول الله هو الحاكم رسول الله ديان دين الله عز وجل بأمر الله بأمر الله هو ديان دين الله يعني يقضي يبلغ البشرية بعمله هذا بتبليغه ديان دين الله الآن هو في الملأ الأعلى يراقب أعمالنا أيضا ينفذ قوانين الله سبحانه وتعالى ولما يرى الأعمال يعطي درجات أيضا إذن ديان دين الله الآن في مقامه عند الله في المحشر رئيس المحشر رسول الله صلى الله عليه وآله لواء الحمد الحاكم العام هو ديان يدين أهل المحشر بالقوانين وفق ما يعلمه الله عز وجل لجان محاكم هيئات ملائك وناس وزع الأدوار والأئمة وكلهم كلهم الأنبياء والأئمة كلهم يعملون بإمرة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو حاكم المحشر الإمام المهدي سلام الله عليه ديان دين الله في عصرنا هو ديان دين الله الآن في مرحلات في غيبته فعالية كيف الآن يجري ويحكم الله يعلم نحن ما نعرف يمكن يسقط دوله ويقيم دولا يميت أشخاصا ويحيي آخرين نعم يحكم ينفذ ما يقول له الله سبحانه وتعالى وهو ديان بدين الله الآن في غيبته ديان بدين الله أيضا هو يراقب أعمالنا تعرض عليه أعمالنا أيضا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويصدر أحكامه كما أحكامه أمره الله سبحانه وتعالى أيضا ديان دين الله ولا فيها لا غلو كما يتصور هؤلاء الجهلاء ولا فيها شرك ولا غلو موكل الله موظف أنه ديان دين كيف وظف الملائكة يعني إذا الله عز وجل وظف ميكائيل بالرياح بالأمطار يعني هذا نقول أنه ميكائيل فعل كذا خل الدنيا تمطر هناك ما خلها تمطر هنا أو ملك الرياح يعني شرك هذا لا الله وكله ويأمر يفعل ما يؤمر ما يفعل إلا ما يؤمر الأئمة كالملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون وفي مسند أحمد بن حنبل لما اشتكال خالد بن الوليد على أمير المي عليه السلام علي كان في اليمن يقول يا بريدة إن عاليا لا يفعل إلا ما يؤمر هذا ما تتصوروه مثلكم لا يفعل إلا ما يؤمر إما أنا أمر أو يلهم هذا معناه لا يفعل إلا ما يؤمر الإمام المهدي روح له الفدة ديان دين الله وما يفعل إلا ما يؤمر الآن أيضا ديان دين الله إذا ظهر روح له الفدة يظهر إذا ظهر حينئذ يكون عنده مسؤولية ضخمة أن يحقق دين الله في الأرض ديان دين الله ينتخم من الظالمين وينهيهم ينهي حكم الظالمين ويقيم العدل الإلهي وبحيث أنه لا يرجع الظلم مرة ثانية إلى الأرض بعدها الله يعلم كم تمتد دولة العدل التي يؤسسها الإمام سلام الله عليه عشرة آلاف سنة مئة ألف سنة لا يرجع الظلم أبدا إذن هو يحقق الدينون لله الدينون لعلها هي التي يعبر فيها في ما بقي عندهم من نصوص التوراة والإنجيل بملكوت الله على الأرض يتحقق العدل على الأرض الدينون على الأرض الذي يحقق هذه الدينون والإمة بعد يحقق ديان دين الله عز وجل يظهر دين الله كان فيه جوالب منه مخفية نعم مخفية هؤلاء الذين يقولون أنه إذا قلت أن النبي لم يبين شيئا هذا كتبان هذا كفر هذا تخوين للنبي هؤلاء بدوا ما يفهمون النبي يكلم الناس بقدر عقولهم في أشياء كثيرة يقول أشياء ما يقول أشياء يعطيها للأم عليه السلام نعم هو يبين يبين للناس لكن لما يقول قل لهم في أنفسهم قولا بليغ للمنافقين النبي يدار الناس أمرت أمرت بمدارات الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة يكلم كل إنسان على عقله وبعض العقول ما تتحمل ما تتحمل يقولهم أنه لما يقولهم عن الآخرة أنه أنا في الآخرة يؤتى بجماعة من أصحابي زمرة من أصحابي هذا يرويها البخاري والكل زمرة من أصحابي فأقول إلى أين يساقون يأتي يخرج الرجل من بيني وبينهم يقول هؤلاء يمنعون من الحوص يؤمر بهم إلى النار ثم زمرة أخرى من أصحابي يقول أصحابي أصحابي يقول ما تدري ماذا أحدث بعدك أصحابي أصحابي ليش يتكلم لهم عن الآخرة ليش ما يقول لهم أنتم الزمرة الفلانية فلان 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 ما يستطيع ليش أصلا أمر بكتمان مؤامرة لقتله بتبوك السنة التاسعة وهو في أوج سلطانه وكان قائد لجيش من ثلاثين ألفا إلى تبوك ولما رجع وتآمر وصعدوا الجبل في الليل وفي الظلام وبدأوا يلقون عليه الأحجار وكان تهوي ويقول أنه ذاك الوادي عمقه ألف رمح وكانوا سبعة عشر واحد متلثمين فوق الجبل يرمون يقتلون حتى يرجعون يبكون عليه وينصبون خليفة من بعده إذن وقال اكتمهم أراه جاء جبرايل وضرب بجناحها أراه وجوههم كلمهم لعنهم ثم قال اكتم أسماءهم ليش كتم هذا ليس كتمانا إذن ليس كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وآله أشياء من الدين كثيرة يظهرها الإمام المهدي سلام الله عليه ولماذا كتب له رسول الله صلى الله عليه وآله كتب له عهدا وكتب له كتبا حتى يطبقه هذا أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله بيّنه لولده المهدي حتى يبينه للناس الله يعلم من حقائق القرآن كم يبين يكشف لنا تاريخ الإسلام يكشف لنا الأوضاع الأحداث يكشف لنا المستقبل صلى الله وسلم عليه إذن إذا ظهر صلى الله وسلم عليه يقي ملكوت الله في الأرض يحقق دين الله في الأرض ديان دين الله في الأرض يحكم بالعدل الإمام المهدي من دينونته للناس وللمجتمع البشري أنه لا يحتاج إلى بيّنه بس يقول للطرفين قلوا له يتكلمون خلص يعرف الحق يعرف الحق والباطل ويخبر ذاك أيضا ويكشف يكشف لا يحتاج إلى بيّنه هذا الذي يقول يحكم بحكم آل داود يعني الحكم الواقع الذي أرى الله منه نموذجا لداود عليه السلام وإلا ما يحتاج لآل داود وسليمان آل محمد أفضل من آل سليمان أفضل من آل داود أفضل من آل إبراهيم هذا أمر طبيعي إذن الإمام المهدي روحي له الفداء هو يحقق الدينون لله عز وجل في الأرض فلا يكون حاكما إلا أمر الله والمسيح سلام الله عليه يأتي أيضا ليساعد الإمام في تحقيق دينونة الله ليعالج قضية الروم في الواقع أن الله سبحانه وتعالي يريد الروم يبقون ما يريد إنهاؤهم وإلا لو يريد أن ينهيهم الروم والفرس الله يريدهم يريدهم ورأيت أنا رواية لما النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه لا تتبعن سنن من كان قبلي حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه يسألوه يا رسول الله من كان قبلنا يعني الروم والفرس يقولوا هل الناس غيرهما أبرز جماعة عندهم حضرتين هؤلاء والآن الصراع يعود بزمن الإمام المهدي سلام الله عليه الفرس الله عز وجل يجيبهم إلى الإمام والروم حتى لا يكون صراع بينهم الله ادخر لهم عيسى عليه السلام حتى يأتي ويقنعهم إنما احتفظ الله عز وجل بعيسى صلوات الله وسلام وعلى نبينا وآله وعليه احتفظ به ليكون آية في آخر الزمان وليأجل أنه يدعو الناس إلى الإيمان وليعالج قضية الروم الروم ليسوا مستعدين لأن يقبلوا دينا عربيا من العرب من البدو دين محمد أو دين من الفرس ليسوا حاضرين أيضا لما يأتي عيسى سلام الله عليه هو الذي يطمن من تكبرهم ويخاطبهم بلغتهم ويقنع ويعمل سبع سنين في مجتمعهم نبي الله عيسى يعني أول ما ينزل يكون الروم فايرين يريدون يقاتلون الإمام المهدي سلام الله عليه فيتوسط يعقد بينهم صلحا يكون هدنة إلى عشر سنوات سبع سنوات تستمر في هالسبع سنوات نبي الله عيسى يعمل في المجتمعات الغربية وما يستطيع أنه يغيرهم كلهم يصير المجتمعات الغربية قسما قسم مع حكوماتها وقسم مع نبي الله عيسى بعد أن يعلنون الحرب على المهدي حينئذ هو يعلن لا تأييد الإمام المهدي ويأتي ويصلي خلفه إذن معالجة قضية الروم تحتاج إلى خطة طويلة عريضة وحتى تعم دينونة الله عز وجل حتى يكون الإمام المهدي وعيسى سلام الله عليهما يحقق ملكوت الله على الأرض دينونة الله سبحانه وتعالى على الأرض عندما نقول السلام عليك يا يا باب الله وديان دينه يعني الذي تحقق حق الله على الأرض وتحكم وتخضع الناس لوحي الله لشريعة الله لعدالة الله سبحانه وتعالى تخضع الناس أنت وكلك الله من ناحية شرعية أنت مكلف من الله سبحانه وتعالى بهذه المهمة ومن ناحية تطبيقية تتوفق لها وأن الله مهيئ لك الأسباب ومدخر لك المسيح سلام الله عليه لذلك السلام عليك يا داعي الله وديان دينه وفي المحشر الإمام المهدي له دور كذلك المحشر مسؤوليات يقسمها النبي صلى الله عليه وآله يعطي لأهل بيته مسؤوليات وربما يعطي لبعض الرسل والأنبياء أيضا مسؤوليات يعطيهم فالذين يحققون يقضون بحكم الله والملائكة تعمل بأمرهم هؤلاء هم النبي وأهل البيت سلام الله عليهم بالدرجة الأولى والدينون والفرز وإصدار الأحكام ومحاسبات الناس كلها تأتي نعم في أنظمة حسابات في أجهزة حسابات في ملائكة محاسبين في كيفية كشف النواية لأنه في بعض الحالات أشياء ما يعلمها إلا الله عز وجل لازم يعلمها للملائكة هذا الإنسان الذي دخل إلى المسجد شخصا دخل ليصليه واحد دخل رياء وواحد دخل مخلصا مثل بعضهم ظاهرهم مثل بعضهم من الذي يعرف النواية إما أجهزة تكشف النواية في الآخرة مسجلة كلها أو قوانين أو أن الله عز وجل عنده أشياء مكتوبة يعطيها لهؤلاء وعلى أساسها ما يمكن لمخلوق أن يحاسب مخلوقا إلا إذا علمه الله سبحانه وتعالى ربنية تدخل فيها عشرات العوامل يعني هذا الإنسان الذي سرق هذا الإنسان الذي قتل ما هي الدوافع مجموعة مركبة معقدة من الدوافع تصل إلى خمسين طيب بعض الدوافع سببها تكوينه ومريض ومرضه منه أو ليس منه ليس منه بعضها إرثي بعضها لأنه ولد في هذا العصر بعضها مسألة مركبة وليست بسيطة حساب إنسان ولذلك لا تستعجل وتحكم على أحد بالنار أو بالجنة تتعرف دوافع وكيف يحاسب ربه أنت لك الظاهر فقط على هذا الأساس الدينون في المحشر في القيامة لها أنظمتها ولها قوانينها وحاكمها وحاكمها العام رسول الله صلى الله عليه وآله ولكل واحد من أهل البيت عليهم السلام مسؤوليات الإمام المهدي أيضا ديان دين الله في المحشر صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر خلقه خليفة الله رخصوها هؤلاء الحكام الأمويين والعباسين ومن قبلهم خليفة الله خليفة الله حتى أنه هذا الحجاج يقول يخطب يخطب بالمسجد للمسلمين يقول الخليفة أفضل من النبي لأن الله جعله خليفة عبد الملك أفضل من النبي نعم يقول لهم كل الناس أنه خليفتك في بيتك أفضل أم رسولك الذي ترسله في حاجة يا الحد رسول بعثت في حاجة هذا محمد رسول الله بعث في حاجة تعرش ومات خلص لكن هذا خليفة من الذي جعله خليفة لأنه انتصر صار خليفة عجيب يعني كل من غلب صار خليفة الله في الأرض هذا من التزوير ومن مصادرة الألقاب لم يبقى لقاب تقريبا إلا وصادروه ولبسوه لهؤلاء في عصرنا أيضا نجل سرقات الألقاب ما أكثرها يسرقون ألقاب لأنبياء لمعصومين لغيرهم يلبسوها إلى زيد وعمر هذه موجودة وخليفة الله من هذه الألقاب التي صودرت وسرقت ودعيت لطهات لماذا أنه خلص الله استخلفه هذه الجبرية إذن ما دام غلب صار هو الأفضل والله اختار ينسبون الفعل إلى الله الله ترك الصراح حقه باطل قد ينتصر الباطل سمح الله به ليس أنه فعله سمح للشيطان أن يضل يعني صار الله هو الذي فعل والعياذ بالله الفعل مكن الإنسان أن يقتل وسمح له تركه يقتل صار الله هو القاتل نعوذ بالله من هذا هذه جبرية أراد أن يمشيها بني أمية ليثبتوا لهم هذه المكانة ومنها لقب الخليفة إن شاء الله نتابع الحديث في هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولا يا مولا قال النبي في ذاك أبوك يا زخرا يا زخرا إنه دات البرا يا بنوك يا زخرا يا زخرا يا من رضا ربنا من رضاها يا زخرا 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 سيدتي إنك خير بسائي يا زخرا يا زخرا